أعلنت سيول أن هوا واشنطن أطلقت وابلا من الصواريخ في البحر ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان بينما قبل اختبار بيونج يانج باستنكار دولي وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى لمسافة أبعد إذ حلق فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات ودفع السلطات هناك لأمر السكان بالاحتماء وقالت حيئة الأركان المشتركة لكوريا جنوبية أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتجربة كوريا الشمالية بأشد العبارات ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها عمل طائش واستفزازي متعمد وشجب الأمينة العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عملية الإطلاق وقال إنها تنتهك قرارات مجلس الأمنة ترجمة نانسي قنقر